موسيقى مرحبا عهد التميمة ايقونة فلسطين يلي سيطر اسمه واجتاحه تصوره مواقع التواصل الاجتماعي فبعد 8 شهر سجن اطلق صراحة وهاشتاج عهد التميمة هو top trending بالعديد من البلدين العربية من خلاله نشر الناشطين العرب الداعمين لفلسطين تغريدات احتفالا بحرية التميمة وبلبنين اتخطى الهاشتاج الستين الف تويت كما انه تم اعطاء القاب كثيرة مثل عهد الحرية ايقونة المقاومة يفخر فلسطين رمز لكل حر عهد النضال والشجاعة طارق اسامة احد المغردين كتب هي الايقونة التي بها تتحدى فلسطين عدوها هي الجوهرة التي تضيء سماء الوطن عهد هي الابقى والاقوى وهي من كسرت شوكة سجانها فانتصرت حمد لله على سلامة المرابطين للوطن واميل جعجع قال ان خروج عهد التميمة من الاعتقال اليوم يطرح القضية الفلسطينية ببعدها الانساني الشامل من حيث اننا مع المظلوم ضد الظالم مع العدالة ضد التفرقة مع الحق ضد الباطل مع النضال ضد الظلم مع حق الشعوب في تقرير مصيرها نحن مع كرامة الانسان في كل زمان وما كان نبقى مع عهد التميمة اللي اخدت سورطة على احد جدران اسرائيل رواج على مواقع التواصل وهالشي صار بعدما اقدمت القوات الاسرائيلية على اعتقال تلت رسمين ومن ضمن ان ايطاليين وفلسطيني لما كانوا عم بينهوا رسم جدارية كبيرة للمراهقة الفلسطينية عهد التميمة على جدار الفصل الاسرائيلي بالضفة الغربية بالقرب من مدينة بيت لحم الرسمين الايطاليين اللي تعرضوا سابقا للملاحقة من قبل القوات الاسرائيلية اجوا من ايطاليا خصوصة لرسم سورة عهد كتكريم لالا بيوم اطلاق صراحة لهم نصلنا لنهاية التراند اللي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر لقونا بكرة لاخبار تراندينج من السوشال ميديا